بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه اليوم في مجتمعات كثيرة جدا يضيق العيش وأحيانا تضيق السياسة وتصبح الحياة في الوطن خطرا وتصبح الحياة في الوطن عذابا ويضطر الناس أن يلجأوا أن يبعثوا أبنائهم وفلذات أكبادهم ونسائهم وإخوانهم إلى بلاد بعيدة إلى بلاد تختلف عنهم دينا وعرقا ومذهبا وإلى بلاد لا يدرون ما الذي سيحدث فيها لهؤلاء الأحبة وكيف ستجري حياتهم كل ما هناك أنهم يعتقدون أن هذه البلاد أكثر عدلا وأكثر رحمة بهؤلاء ولكن البعد والغربة وأن يكون الإنسان هو الذي قام بهذه الغربة له أمر مؤلم للنفس أن يفارق الإنسان وطن وأن يبعث أهله إلى بلاد أخرى يترى هل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم شبيه لمثل هذا الوضع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حين عجز عن حماية قومه في مكة والمؤمنين في مكة أرسلهم إلى النجاش في الحبشة إلى بلاد النصرانية كل ما فيها أن النجاش كان معروفا بعدله إنما كيف سيعيشون في بلاد أهلها يختلفون عنهم دينا قد يتعرضون لفتنة في الدين قد يتعرضون للطهاد إن لم يكن من النجاش لكن من قومه من الناس وحساسياتهم اتجاههم هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المهاجر عاشها المهاجرون الأولون والغربة واتخاذ القرار عناه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبعث قومه إلى بلاد بعيدة وإلى بلاد لا يدري من الذي سيدور فيها ومن الذي سيجري فيها كل ما هناك أنه يعرف أنها أكثر عدلا من الأرض التي يقف عليها هذا المشهد هذا الموقف الذي مرت به الدعوة الإسلامية هو إن صح التعبير عنوان كبير الآن تعاني منه كثير من الأمم العربية والأمم الإسلامية بل أمم الأرض جمعاء الاضطرار لابتعاث الأهل وإخراجهم من بلاد معينة إلى بلاد أخرى وتعريضهم لظروف جديدة وبيئات جديدة وتعليم جديد وربما احتكاق بديانات جديدة وربما التعرض لفتنة هذه المناطق والإشكالية التي فيها أين نجد القدوة نجدها في الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا اتخذ قرارا من أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها إنسان وجعل لنا في ذلك قدوة أن الإنسان إذا ضاقت به الأرض ففي أرض الله متسع وإلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته